موسيقى فزينا مئة سنة بعلمانية تركية اللي رجعنا لأردوغان يلي رجع يحرك أدواته إن كان بشمال سوريا ولا بشمال لبنان وهي كلها مثل ما بنعرف خلايا متطرفة داعشية بالآخر تريد إقامة هالسلطنة العثمانية بوجه البشعي اللي نحن بنعرفه بين 1516 و 1514 مشروع ولاية الفقية هو مشروع في ضرر كتير كتير كبير على لبنان ولسوق الحظ إنه إداء يلي عم بيؤدي حزب الله وبالعلاقة مع اللبنانيين عم بيبين إنه هو مرتبط بأجندة اسمه ولاية الفقية عنده فائد قوة وعنجهية بإداءه تجاه شركاءه بالوطن كلهم وإحنا منهم يلي هو بيعتبر إنه هو لو لا من وجوده كميظلة على لبنان كانت نسويننا سباية نحنا هلأ عندنا الجيش اللبناني بيدافع عنها إذا تلكأ الجيش اللبناني لحظة إذا تلكأ الجيش اللبناني وما دافع عنها عندنا شباب وعننا رجال مستعد دافع وبحي الله لحظة من اللحظات مستعد أن تحمل سلاح وتجيب سلاح من وين بتجيب؟ بتجيبه من حي الله محال هل ترجعوا تجيبوه من إسرائيل؟ من حي الله محال إذا كان حد maps حوطنا بديو يقتلنا. واجه الشيطان قال لي خذ سلاح. بيخد سلاح منه. ما حدا يحرجني وما حدا يتحدانا. هل بتاخد من إسرائيل سلاح؟ بيخد من إسرائيل. بيخد من أمريكا. بيخد من سوريا. بيخد من العربية السعودية. بيخد من من الأردن. بيخد من مين ما كان سلاح؟ ما فيك أنت تقول لي جاي يقتلك. أنا ما بيخد سلاح إذا كان مش لقاتل شريكي بالوطن. بس إذا كان في مجموعة. مين ما كانت تكون جاي تقتلني؟ هيا الله حدا بيوصل لي بآخر سلاح بيقول له ممنونك مين ما كان يكون بدون أي إحراج إنه نحن بسببك إذا قلت إيه ولا قلت لأ مختلفين مع الدول العربية ومسكرين علينا نحن في 500 ألف عائلة بتعتاش من الدول العربية طبعا طب هوده أنا مسكر لا لأنه أنت يعني ما فينا هاك خليك دافع عن لبنان بس لا اليمن إنه هلا أنت بدك توقف مع المظلومين وين مكان فيك أنت توقف أدبيا مع المظلومين وين مكان بس ما فيك تغطصني معك بموضوع بموضوع الدفاع عن المظلومين وين مكان بدك تروح تدافع عن المظلومين ببوزنية بدك تغطصني معك بدك تروح بالآخر يعني أنا ما بقدر أنا ما عند الإدرة بعدين الأمر لا يعود لك إنك أنت تقرر إنه الدولة السعودية دولة بتسبب ما فيه لبنانيين بيتعاطفوا معه بصرت أنت عم تسبب فيه لبنانيين بيشتغلوا هناك بيعطيشوا يعني شياعة بيشتغلوا فيها وبيعيشوا منها وكذلك الإمارات وكذلك الكويت هن بيزعلوا ليه بيزعلوا بيزعلوا لأنه هو بيعتبر نفسه فوق أي نقد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر